موسيقى حول رأيه بتصريحات الممثل السوري عباس النوري الأخيرة والتي أثارت ضجة واسعة إتقال ما بسمعه شي وخلال اللقاء انفعل قمبط طالبا من الموذية تغيير الموضوع وسؤاله عن ممثل آخر وليس عن عباس النوري وتحدث قمبط عن الخلاف بينه وبين النوري والدعاوة القضائية بينهما مشيرا إلى أن الآخير رفع ضده دعوة قضائية بسبب ترابية اسمه على شارع أحد المسلسلات مطالبا بـ 800 مليون لرسورية قعطل وضرر فرد عليه هو بدعوة أخرى وفي الوقت الذي لم يكشف قمبط عن اسم المسلسل موضوع الخلاف أشار المتابعون إلى أنه يقصد مسلسل شارع شيكاغو كونه ذكر اسم الممثلة السورية سلافة وخرجي التي شاركت في بطولة العمل أيضا وكشف قمبط في حديثه عن الخلاف بينه وبين النوري أن الأخير كان مضى له على براء الذمة قبل أن يرفع ضده دعوة قضائية بسبب ترابية اسمه في المسلسل مؤكدا أن تصرف النوري هو أفتراء عليه وعلى شركة إنتاجه ومن ناحية أخرى كانت خرجت نور ابنة الممثل السوري عباس النوري عن صمتها وأعربت عن دعمها الكامل لوالدها بوجه حملة الانتقادات التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين بسبب تصريحاته الجريئة عن الوضع في سوريا ونشرت نور عبر صفحتها الخاصة على انستجرام صورة لها مع والدها وعلقت عليها بالقول بابا من يوم يومك صاحب كلمة حق ومن يوم يومك بتحكي اللي لازم ينحكى الله يقويك ويديمك ويحميك أنا ما بقدر أفهم على سبيل المثال كيف ممكن أنه بعد 1400 كما كتبت عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك كم الحب والدعم والتضامن مع بابا هائل وغطى على هالحملة الحقودة اللي كان هدفها واضح لكن الحمد لله أنه الله بحبه لهيك زارة عم حبته بقلوب كتار شكرا من قلبي لكل الأصدقاء الحقيقيين ولكل الأقرباء المحبين ولكل الفنانين الشرفاء ولكل إنسان محب ياريت فيني اذكر كل الأسماء لكن الحمد لله أنهن كتار كتير كتار ووالله الحب كبير ومو بالكم كبير بالقيمة ومحبتكم ودعمكم لا يقدر بثمن شكرا شكرا